هناك ثلاث مستويات لإحتراف الهيت شوت في لعبة فيري فاير يا اساطير المستوى الاول والهيت شوت في قناة حلم بالنسبة للمبتدئين اللي موجودين بهذا المستوى المستوى التاني والهيت شوت معي الجيك نص ونصدي وده معظم اللعبين متوسطين موجودين فيه المستوى الثالث واللي الدمج الاصفر فيه شباب يعتبر قليل جدا لان كل طلقات اللاعبين اللي عاية المستوى يعتبر يف999 ده شباب مستوى اللي انت هتكون فيه باذن الله لو سمحت الفيديوUN لاخر وطبقت كل الخطوات السلام عليكم واهلا بكم في الجزء التاني من تطبيقات تساعدك على الهيتشوت التلقائي بدون بند وامنة بنسبة مية في المية الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل الجزء الاول الى عشرين الف لايك شكرا لكم فكم من رأيكم اشابه ان احنا نوصل الفيديو ده سايب لكم الموضوع في طلب صغير كه شباب عايز منكم مش هيكلفكم عشر ثواني هي انك تلغي الاشتراك في القناة وترجع تشترك من جديد وتفعل زر الجرس على كل عشان يرجع يوصلك اشعارات من اليوتيوب واتتابع كل جديد انا نزله بازن الله ونبدأ بعد ما نصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلامة في الحقيقة شباب هم تطبيقين هيساعدوك على احتراف الهيتشوت التلقائي كل تطبيق فيه اعدادات خاصة بي ولكن شباب الاعدادات دي اصلا مختلفة يعني اعدادات تبع التطبيق الاول غير الاعدادات الموجودة في التطبيق التاني ولكن انا عايزك تركز في الشرح علشان الشباب تعرف في الطريقة الصحيحة لاستخدامهم عشان تنفع معاك الاعدادات اللي هي في التطبيقين دول التطبيق الاول اسمه والتطبيق تاني اسمه ولو سبق وعرفتهم اعدادات فيها تحدثت واصبحت فيها شباب ازرار جديدة ولازم ان تسمع الشرح علشان تعرف هتستخدمهم ازاي واللينكات يا شباب تبع التحميل هيتبقى لينكات مباشرة من مدجر جوجل بلايه هاتبها لكم في صندوق الوصف وكمان في اول كومنتو مثبت يبقى حملهم بعد ما تخلص فيديو النهاردة اول حاجة يا شباب انا متأكد ان اي اعدادات هتاخدها من التطبيقين سواء او هتنفع معاك ولكن خلينا اشرح هتعمل ايه في الاول عندك طريقين تقدر تسلكهم الطريق الاول انك تعمل اعدادات وتعمل الطريقة اللي انا اشرحها بازن الله في اخر الفيديو والطريق تاني انك تعمل اعدادات تبع وتتبع الطريقة اللي انا اشرحها بازن الله في اخر الفيديو انا عارف ان انا طولت عليكم ولكن انا شباب بتأكد انك عامل لايك في الفيديو ده لاني اللايك بيحفزني ان انا استمر في عمل الفيديوهات واشترك في القناة عشان تشوف كل جديد وخلينا نبدأ. اول حاجة يا شباب هنبدأ بتطبيق هنشرح ازاي تاخد من الاعدادات. طبعا انا شباب هسيب لك لينك تحميل تحت صندوق الوصف بعد ما نخلص الفيديو طبعا النهاردة يبقى حمله ما فيش اي مشاكل اوكي? بعد ما تحمل التطبيق وتدخل عليها شباب هيجي لك الصفحة الترحيبية للتطبيق وتضغط على كلمة ومعناها بالعربي هيجي لك الصفحة الرئاسية طبع التطبيق. هتروح على كلمة اعدادات اللعبة وتضغط عليها. هيجي لك يا شباب الاعدادات اللي هي طبعا موبايل بتاعك لان الهاتف بتعرف عفوا لان التطبيق بتعرف على نوع هاتفك تلقائيا. وعلى هزي الاساس بيديك الاعدادات اللي تناسب نوع هاتفك ده. بعدك يا شباب هتختار اول حاجة طبعا انت عايز اعدادات الهدشد فتروح على هدششود تختارها سؤال انت بتستخدم ولا لا? اولا شباب لو انت مش عاش في عن ايه دبا اي او متستخدمه شتضغط على كلمة لو عارف يعني ايه وبتستخدمه هتضغط على كلمة تيمش طبعا شاب بdrivingه هيجي لك اعدادات الحساسية لا تروح تعاملها في اللعبة وهيجي لك راكم يا شباب لا تروح تachamله او تغيره ده لو انت كنت بتستخدم فانت عارفها تغيرو ازاي اما لو شباب ما بتستخدمش دب اي او متعرفش عن ايه دب اي اصلا هتروح على كلمة تضغط عليها هتجي لك اعدادات الحساسية اللي انت هتستخدمها في اللعبة وهيجي لك حاجة اسمها سوعة المؤشر تعملها طب فرضينا شايف انك بحس على سوعة المؤشر فيه الاعدادات وملئتهاش مفيش اي مشاكل ما تعملهاش اعمل بس مجرد الاعدادات تتابع الحساسية. داني حاجة شايفة هتروح تعملها هتروح على كلمة عددات وسائل التحكم تضغط عليها وبعدك هتروح تختار حجم زر الضربة وتشوف الحجم المناسب لنوع هاتفك اللي هيده لك التطبيق وبعدك هتروح تنفزه في اللعبة وبكده انت اصبح عندك اعدادات الهيتشوت ولكن يا شباب لازم ان طعف في الطريقة لان اشرحها بازن الله في اخر الفيديو. سهيا شباب للناس ما تعرفش التطبيق. التطبيق بيقدم لك برضو اعدادات الجرافيك ولا تساعدك انك تقلل اللاج. لو دخلت عليها بيجي لك الصورة فيها العدادات اللي انت هتروح تعملها في اللعبة. وكمان بيقدم لك عدادات لازمعين او تلاتة او اربعة. وكمان شباب في بقية الازلات تقدر انت تتفحصها بعد ما تخلص فيديو النهاردة. نيجي بقى شباب بالتطبيق الثاني واللي هو تطبيق تطشزبيد ولا انصحك بازن الله انك جرب العدادات بتاعته لانها جميلة جدا. اتروح اتحمل التطبيق من اللينك برضو بعد ما تخلص فيديو النهاردة. يسيب لك اللينك على طول تحت الوصف يا ما تعلق اشي يعني تمام? بعد ما تحمل وتدخل عليه هيجي لك اشباب الصفحة الترحبية. هيجي لك اشباب انه ادخل للتطبيق تضغط عليها. هيجي لك الصفحة الرئاسية يا شباب. هيجي لك اشباب ان الازرار زي مسلا لان التطبيق اصلا منصنعي. ولكن شباب هي الاعدادات المختلفة. اوكي? فانت هتروح على كلمة هتختارها. بعد دي هتختار زي كنت بتستعمل زي ما شرحنا في اول التطبيق. بعد دي اشباب هيجي لك اعدادات الحساسية تروح تعملها ولكن هنا الفرق في التطبيق. انك بتختار نوع الهاتف بتاعك ازا كان شاومي او 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 انا ايه الاخيرة اوكي? بعد دي قابل بتروح اشياء بتعمل حجم زر الضرب ودي بتلاقيه عن طريق انك تدخل على كلمة في الصفحة الرأسية. بعد دي اشياء بتختار حجم الشاشة بتاعك. تروح تصويق عرف حجم الشاشة بتاعك ازاي? عن طريق انك تروح تبحث على مواصفات جهازك في جوجل كوروم المتصفح. تكتب مسلا مواصفات جهاز وتكتب الاسم تبع الجهازك هيجي لك انه والله الشاشة بتاعتك حوالي خمسة انش او خمسة فاصلة ستة. هتروح تختارها في التطبيق وهيجي لك الحجم اللي انت هتعمله. في حاجة ممكن تريح بالك بها او بتجربها واللي هو افضل حجم زر الضربة تقدر تختارها وتختار الحجم اللي هو اعتبر لك البرنامج وتجربه لو نفع معك جد لو ما نفعش تقدر انت تهضي الحجم الحسب حجم الشاشة اللي هو انت بتعرفه بعد ما تبحث عن المواصفات طبع الجهاز. وسريعا يا شباب لو حد ما يعرفش التطبيق التطبيق يا شباب بيقدم لك برضو اعدادات الهيتشوت اعدادات وسائل التحكم سواء كنت بتلعب اصبعين او تلاتة او اربعة وكم اعدادات الجرافيك واعدادات الحجم تبع زر الضربة وزي ما اتفعنا ان الاعدادات مختلفة يعني اعدادات الاصابع هتكون مختلفة يعني اعدادات الجرافيك هتكون مختلفة حسب الهواتف في اعدادات الجرافيك يا شباب بتروح تختار عدد الرامات تبع الموبايل بتاعك هو كاميرام وعلى هذا الاساس بيديك اعدادات الجرافيك وكان شباب التطبيق يتقدم لك يعني العابك سريعة تقدر ان انت تستمتع بيها سواء كان في تطبيق او في وده كان شرح تطبيقين تبع فيديو النهاردة ونيجي بقى على طريقة الهيتشوت واللي لازمة تستخدمها عشان تحسن من الهيتشوت عندك او عشان اصلا تقدر تجيب الهيتشوت ان شباب مش هتقدر ان انت مسلا تستطيع سمك من غير اداة لبساط بها اكيد مش هتستطيع سمك بايدك يعني تمام فهي هتفكرة في كده يعني فخلينينا بنوح على شرح طريقة طبع الهيتشوت زي ما انتو عارفين يا شباب ان التحرك تبع اللعب بيكون مختلف يعني مرة يكون اللاعب واقف او سابت في مكانه يعني لا يتحرك خالص او ساعة الشهر بيكون اللاعب يضرب فبيكون اللاعب سابت في مكانه في اللحزة اللي هو بيضرب فيه هذا لايما يكون اللاعب متحرك ولكن بشكل مستقيم اما بتحرك يعني اتجاهك بيجي يعني بيجي عليك مسلا اوكي اما بتحرك قدامك بشكل مستقيم وده لو كان مسلا بوت مسلا فبتلاقي بتحرك قدامك على طول الحالتين دوم او التالت حالات دول يا شباب لهم طريقة هيتشوت واحدة ويا شباب انك هتحط دائرة الايم قريبة من الخصم قريبة من جسم الخصم بحيث انها تتحول للون الاحمر مش هتفر بقى ازا كنت هتحط دائرة الايم على اليسار او على اليمين المهمة تتحول للون الاحمر ممكن يا شباب برضو تحط دائرة الايم على راس الخصم يعني فوق راس الخصمة ولكن احذر ان الايم ده ما يلمس راس الخصم يعني يكون فوقي يا شباب بعدك يا شباب هتنزل زر الضربة اللي بتلعب بيه لتحت. بعدك هترفع زر واتلاحظ ان هجات معك وبكل صورة. وبكية شاب نكون وصلنا لنهاية شرح الفيديو والنهارضة اتمنى حقيقي ان الفيديو يكون عاجبكم. ما تنسوش تشاركون رأيكم في الفيديو تحت في الكومنتات. وانكم تعملوا لايك للفيديو وكمان اشترك في القناة عشان تشوفوا كل جديد انا بنزله. وتأكدوا الشاب انكم مفاعلين زر التنبيهات على الكل. عشان وصلكم كل الاشعارات. وكمان تتابعوني على الانستجرام. عشان بايزن الله يكون في توزيع اكواد جواهم مجانة في الفترة القادمة. عشان ما تفردكمش يعني للناس اللي هي حبة. ومالباشر غير نقول سبحانك اللهم وحمدك نشهد ان لا اله الا انت. نستغفرك وانتوب إليك. هشوفكم في فيديو قادر حباب قلبي ومع السلامة.